ستكون أعظم انتخابات مزورة في التاريخ هكذا صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد رفضه فكرة التصويت عبر البريد موجهن اتهاماته للديمقراطيين فمع تأخر ترامب عن جو بايدن في استطلاعات الرأي العام قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات أصبح خصومه قلقين من أنه قد يحاول تقويد نتائج الانتخابات إذا خسر أو ما هو أسوأ فقد يحاول التمسك بالسلطة بغض النظر عن النتيجة ما قد يشكل أزمة دستورية في طور التشكيل وفقاً للديمقراطيين وفيما أوضح محامي جو بايدن الشخصي باب باور أن ترامب قد يلجأ إلى أي نوع من الحيلة أو الخدعة كي يمكنه من التمسك برئاسته توقع محامي ترامب السابق مايكل كوهن في شهادة سابقة أمام الكونغرس أنه لن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب تصريحات ترامب المتصاعدة على نحو متزايد حول نزاهة انتخابات نوفمبر تثير تساؤلات كثيرة حول كيفية رده على الهزيمة والطريقة ليست جديدة بالنسبة له فيعود تاريخها حتى قبل دخوله في السياسة الانتخابية ففي عام 2016 رفضا خلال المناظر الرئاسية أن يقول ما إذا كان سيقبل نتائج الانتخابات إذا خسر وفي السنوات التي تلت ذلك رأى الديمقراطيون تلميحا في نكاته حول تمديد رئاسته إلى ما بعد الحد الدستوري الذي يبلغ ثمانية سنوات موسم انتخابي هزته أزمة فيروس كورونا التي تسببت في تأجيل الانتخابات التمهيدية وأثارت أسئلة حول إجراءات التصويت في نوفمبر وعملت على وضع منتقدين رئيس على حافة الهاوية إلا أن تهديداته الأخيرة لحجب التمويل من ميشيغن ونيفادا وجهت تحذيرات رغم أهمية مكانة ميشيغن التي فاز بها ترامب عام 2016 رشخيات العربية